السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في واحد كتب على جروب بتاع الدفعة انا كمان بذكر 16 ساعة في اليوم وكذا كويس يعني هو التقريب من خايفين يصغطوا ولا حاجة ساكده فماشاء الله مسكوه طريقة يعني اللي هي الشيخ المنتح مزولدنا في السنوات 8 سنين ومذكرتش عشر ساعة على بعض وفي واحدتين كتب له والله الاول هتنفعل هتجب مجموع شد شد شوه عشان حلمك يعني عايز اكتر رباوشن ساعة الدي ساعة واحدة منهم تنجحني انا بذكرش حكي خلص 16 ساعة في الشهر 16 دقيقة انت بتمكت عشان تعطانا هنحفل عليك ونذكر انت بس علي كفية 16 صالتا بذكرهم دول لما انامهم صحيتك بدونوا يا ابني طيب خلينا نتكلم شوية جد المذاكرة 16 ساعة في اليوم يعني بفرض ان احد بيعملها في بعض الناس بتعملها فعلا تمام مش مفيدة تمام بالعكس لو انت عرفت تذكر حبة كويسين ثلاثة اربع ساعات بس بالنظام وتفكير وحددت المكان وحددت زبان وحددت مثلا المكان يبقى فيه هدوء وعملت بعد استراتيجيات المذاكرة زي ان انت وانت بالذاكر تكتب وتقول بصوت عالي ده قفيت بكتير من انت بتذكر 16 ساعة 16 ساعدية العقل نفسه فيه منحانة كيرف كده للمذاكرة في الاول بيبقى ناشط وبعد كده بعد مسلا ساعة للربع بيبدأ يقل بعد كده يبقى خلاص مفيش كل المعلومات اللي بتسمحها كلها بتتمسح تمام فلذلك لازم انت لسلا تاخد مذاكرة وبعد كده تاخد بريك تمام تلعب كرة خمس داك كده مش قصد تنزل تلعب مصد شتاعة 4 ساعات لا يعني خمس داك كده تنطس الكرة شوية تتمشي شوية تسوف وداتك عايزة ايه تعمل اي حاجة في البيت كده تتغير جو وبعد كده ترجع تتذكر مادة تانية وتاني يوم تتذكر المادة اللي كنت بذكرها مبارح فده افيد انما ان انت تاخد اليوم كله مادة واحدة عشرة ساعات بشتاعة خلص هتلاقي نفسك عمل طول 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 بعد كده تلاقي مشاكل بعد كده ان انت بش قدر تتذكر ان انت ناسي ايه حاجة ترى بتحصل فألعب للذاكرة تمام فعشان كده حاول ان انت تركز حاول ان انت ما تشتتش نفسك تختار مكان معين للمذاكرة التي تعد فيها تحاول تختار الوقت مثلا بعد الفجرة على طول تحاول تشوف حد يكون كويس جد في المذاكرة وتقعدوا مع بعض مثلا كل واحد تذكر الواحد وبعد كده يبقى فيه اسئلة نختبر بعض هل احنا فعلا ذكرنا ولا لا وهكذا تمام مش كمية وقت وخلاص بنعودها لا احنا بنفكر ازاي نستغله وبعد ان الانسان باش كله مذاكرة لازم بقى فيه جزء مثلا عائلي جزء تصواي جزء تقرأ حاجة بر المنهج وربنا يوفق ان شاء الله ونستفد والله معلمنا ما يفعنا ووفعنا بمعلم ابدال